موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس عبدالله العليمي عدان الى العاصمة الموقتة عدن موسيقى اللواء الزبيديراس اجتماعا للجنة العليا للارادات السيادية والمحلية موسيقى لقاء موسيقى لقاء موسيقى بالمكلة للتعريف باحتياجات مديريات حضر موت وتعزيز آلية التنسيق مع المنظمات الدونية موسيقى 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 اهلا بكم في نشرة اخبارية جديدة مفصلة من تلفزيون حضر موت ونبدأ نشرتنا مع خبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي عاد اليوم الاثنين ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي الى العاصمة المؤقتة عدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان قد قام خلال الفترة الماضية بجولات داخلية وخارجية كما عقد بحضور اعضاء المجلس سلسلة اجتماعات تشاورية ورقاءات معمقة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الاقليميين والدوليين نقشت مستجدات الوضع الوطني والجهود الرامية احلال السلام والاستقرار وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبا اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرصه واخوانه اعضاء المجلس على مشاركة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات هممهم وتطلعاتهم المشروعة لتأمين الخدمات الاساسية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة وسبل العيش الكريم وجدد فخامة الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي بالموضي قدما في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار عمل مؤسسات الدولة وقيادتها والوفاء بالاصلاحات الهيكلية والمالية والادارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين الجمهة الداخلية في المعركة المصيرية ضد مشروع الانقلاب واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ادراكه العميقة واعضاء المجلس والحكومة لحجم المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية القوثية على المنشآت النفطية اثنيا في هذا السياق على الاستجابة العاجلة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان من اجل تعزيز موقف الاقتصاد الوطني استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الاثنين سفير جمهورية مصر العربية احمد فاروق للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفي اللقاء نقل السفير المصري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تحية اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياتي له وافر الصحة والسعادة وللشعب اليمني الامن والاستقرار والسلام واحاط السفير المصري رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتوجيهات الكريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الحكومة المصرية ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية وقال السفير أحمد فاروق إن التوجهات الرئاسية المصرية تأتي تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه في القاهرة الرئيس السيسي وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء عظيم شكره وتقديره لأخه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية متطرقا إلى المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية إلى جانب الشعب اليمني مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين رأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواعد روس قاسم الزبيدي اليوم الاثنين بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة العليا للإيرادة السيادية والمحلية اللجنة استمعت في مستهل اجتماعها إلى إفادة مقدمة من رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك عن مستوى تنفيذ الإجراءات والإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والإجراءات المتبقية والصعوبة التي قد تواجه سير عملية التنفيذ واشددت اللجنة في هذا الشأن على سرعة إنجاز الشروط المحددة في الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة فاللفت الرئيس الحكومة ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما عليها من التزامات حسب الفترة الزمنية المحددة والرفع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم كما استمع الاجتماع بعدها إلى شرح موجز من وزير المالية سالم بريك عن الوضع المالي العام للدولة والإيرادات المتوفرة وحجم النفقات التشغيلية ومصفوفة الإجراءات التي وجهتها الوزارة إلى الجهات المرتبطة بمؤسسات الدولة بشأن معالجة الاختلالات في الأوعية الإيرادية وتحصيلها إلى الحساب العام كما وقف الاجتماع على الصعوبات الاقتصادية المترتبة على توقف تصدير النفط والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات لسد العجز المترتب عن توقف إيرادات مبيعات النفط وأهمها التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية واتباع سياسة إنفاق الرشيدة ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب وأشادت اللجنة في سياق اجتماعها بالاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة لإنشاء شركة اتصالات اشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إن إكس الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت وأكيدة أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة الميليشيات الحوثية كما تضيف مورداً اقتصادياً استراتيجياً لصالح الخزينة العامة للدولة وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات هذا وتطرقت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات والقطاعات الإيرادية والصعوبات التي تواجهها في تحصيل الموارد والديون المترتبة على بعض مؤسسات الدولة والآليات الكفيلة بتجاوز تلك الصعوبات متخذة ما يلزم بشأنها من قرارات التقى وزير الأشغال العامة وطرق المهندس سالم الحريزية اليوم في العاصمة المنقطة عدن المدير العام للوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة دولياً في صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس محبوب الصبري اللقاء ناقش مشروعات الطرق في عدد من المحافظات المحررة الممولة من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس إشراف وحدة المشاريع الممولة دولياً بصندوق الطرق وتطرق اللقاء الذي ضمن نائب وزير الأشغال الدكتور محمد ثابت إلى خطة تنفيذ المشروعات الموزعة على محافظات عدن والضالع ولحج وأبيان وحضر موت وتعز ومستوى تنفيذ المشروعات في المحافظات التي بدأت فيها أعمال تنفيذ المشروعات وأكد الوزير الحريزي أهمية مشروعات الطرق الممولة دولياً وتسخير جميع أوجه الدعم الدولي لتنفيذ المشروعات الحيوية مشيداً بجهود الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة دولياً في صندوق الطرق التي بذلت جهوداً كبيرة مع المانحين وأثمرت عن اعتماد وتنفيذ عدد من المشروعات اختتم اليوم بالعاصمة المواقع تتعادل مخيم العون الجراحي الممول من العون المباشر بالشراكة مع منظمة ميد جلوبال وتنفيذ مؤسسة نهد التنموية بالتعاون مع مستشفى الثاني والعشرين من مايو الجراحي حيث أقيم المخيم خلال الفترة من الثامن وحتى الثامن والعشرين من أغسطس الجري وخلال فترة المخيم عينت أكثر من ألف حالة مرضية سجلت في عيالات جراحة الأطفال وترقيع طبرة الأدن والشفة الأرنبية حيث أجريت لها الفحوصات المجانية اللازمة ليتم بعدها ليتم بعدها إجراء العمليات للحالات المحتاجة لها بإجمال 300 عملية جراحية خلال فترة المخيم افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم بالعاصمة الموقتة عدن قسمي الطوارئ والأطفال بمستشفى الصداقة التعليمية العام وذلك بعد إعادة تأهيلهما من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية الوزير بحيبح استمع ومرافقه إلى شرح من المدير العام للمستشفى البروفيسورة رجاء مسعد عن مراحل إعادة تأهيل القسم وشيرة إلى أن القسم تصل سعته السريرية إلى 19 سريراً قابلاً للزيادة تتوزع على أقسام الرجال والنساء والأطفال والعناية الحرجة كما دشن وزير الصحة العامل بقسم الأطفال بالمستشفى الذي يضم 27 سريراً وثمناً الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وعلى رأسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية إلى ذلك رأس وزير الصحة اجتماعاً موسعاً ضم مواكل الوزارة الصحة وزير الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي ومدير مكتب الصحة بعدن الدكتور أحمد البيشي ونائب مدير مركز الملك سلمان بعدن نائف العسيري ومدير إدارة التغذية بمكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتور لطيف عباس وذلك لمناقشة أوضاع مستشفى الصداقة التعليمي ودوره المحورية الفاعل في خدمة المواطنين شيراً أن الوزارة تتبنى خططاً تطويرية ضموحة لتطوير المستشفى أعقد اليوم بالمكلة لقاء الموسع لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضر موت مع المديرين العامين لمديريات المحافظة ضمن مشروع تعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في بلادنا اللقاء الموسع الذي حضره 28 مديراً عاماً من جميع مديريات محافظة حضر موت وممثلون عن السلطة المحلية يأتي ضمن لقاءات موسعة تستمر ثلاثة أيام من تجمع قيادات السلطات المحلية بالمديريات مع المنظمات الدولية العاملة في حضر موت بهدف التعريف باحتياجات السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات وتقريب المسافة بين قيادة السلطة المحلية ومديري المديريات في الساحل والوادي والهضب والصحراء والاستماع إلى أهم الاحتياجات والمشكلات التي يواجهونها وبناء قدراتهم في معرفة آلية التقديم للحصول على تمويل للمشروعات التنموية وأكد محافظ حضر موت في افتتاح اللقاء أهميته في تدرس الصعوبات التي تعيقوا عمل السلطات المحلية في المديريات وبحث آلية التنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات والمنظمات الدولية شاكرا تدخلات المنظمات الدولية ومسلدتها لجهود السلطة المحلية في ظل الظروف الحالية الصعبة هذا ودع المحافظ إلى وحدة الكلمة والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الحالية وتوفير الخدمات للمواطنين مؤكدا أن قوة حضر موت في وحدته وتلاحم أبنائها أشهد محافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي بجهود مؤسسة دوعا للعمارة في الاهتمام بالعمارة الطينية وتثبيت دعائم مملكة الطين في حضر موت وأثنى المحافظ على مستوى إنجاز المؤسسة لمشروع يعادة تأهيل المبنى القديم بليوان المحافظة بمدينة المكلة مع الحفاظ على جودة البناء بالنمط المعماري للمبنى التاريخي وتفقد المحافظ سير العمل بالمبنى الذي تعرض للتدمير من قبل عناصر التنظيم القاعدة في العام 2015 استمعا من كبير المستشارين في مؤسسة دوعا للعمارة الدكتورة سلمة دملوجي والسشارية لمؤسسة الدكتور عبدالله باغميان إلى جوانب التأهيل والتشطيب النهائية للمبنى الذي توله السلطة المحلية اهتماما كبيرا انطلاقا من أهميته التاريخية كما تفقد المحافظ المبنى التاريخي القديم لإذاعة المكلة بدوان المحافظة متعرفا من المدير العام للإذاعة الدكتورة دعاء بوزير ومديري الإدارات لمواقع الإدارات والأقسام السابقة التي تعرضت للتدمير اطلعا على التصاميم التي أنجزتها مؤسسة دوعا للعمارة لإعادة تأهيل الإذاعة بما يسهم في إعادة نقل الإذاعة إلى المبنى التاريخي دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العنقي بمدرسة الإيمان للتعليم الأساسي بالمكلة بمعيتي مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين عبدالله بعباد توزيع الحقيبة المدرسية ضمن مشروع استعادة التعليم والتعلم المنفذ من منظمة اليونسف بتمويل من البنك الدولي واستمع العنقي بحضور وكيل الوزارة لقطاع المشروعات والتجهيزات المهندس سالم يعمر والمدير العام للصيانة والخدمات بقطاع المشروعات والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم المهندس محمد محروس استمع من المدير بعباد إلى آلية خطة التوزيع من قبل المتخصصين في شعبة المشروعات والتجهيزات التي تستهدف جميع مدرس مديرية المكلة والشحر وتقدر كميتها بخمس وخمسين ألف حقيبة تسلم للتلاميذ من الصف الأول إلى السادس وأشهد الأمين العام بجهود وإسهامات المنظمات في تقديم مثل هذه المساعدات للحفاظ على السمرار والاستقرار العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس مؤكدا حرص السلطة المحلية واهتمامها بالقطاع التربوي والتعليمي مع بداية العام الدراسي الجديد ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح عبود العنقي اليوم بالمكلة مع المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحيب ساحل حضر موت عمر الجفري السبل الكفيلة بمعالجة أزمة إمدادات المياه التي تعاني منها بعض الأحياء السكنية بمدينة المكلة اللقاء الذي حضره مدير والإدارات بالمؤسسة المحلية نوقشت خلاله الصعوبات التي تواجه سير العمل بالمؤسسة وانعكاساتها على ضعف الإنتاج لضخ المياه للمستهلكين وأشار الأمين العام إلى ضرورة ربط جميع عبار حقل المياه بمنطقة فلوك على مدى 24 ساعة وفق توجهات محافظ حضر موت مبخوط مبارك من ماضي تزويرها بالديزل لضمان استمرارية تشغيلها مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود من خلال تشديد الرقابة وإيقاف إمداد خلاطات الخرسانة والمسابح بالمياه بهدف ترشيد الاستهلاك وضمان وصول المياه إلى المنازل أو إلى منازل المواطنين سلم وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري اليوم مواقع مشروع يعادة تأهيل شوارع سيئون بخطين تفصلهما جزيرة مزينة بالأشجار بطول 17 كيلومتر ويأتي هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي عبر الأمم المتحدة لخدمة المشاريع يونيبس بتكلفة مليون تسعمائة وخمسة وتسعين ألف دولار وتشمل أعمال المرحلة الأولى من المشروع يعادة تأهيل سفلتة شارع الجزائر بطول 6 كيلومترات ومن جولة الجوية إلى تقاطع شارع زاوية أنيسة بطول كيلومترين ونصف ومن المدخل الغربي لمدينة السيئون الممتد من جولة بن حبريش مرورا بحي شحوح إلى منطقة تريس بطول 3 كيلومترات ونصف ومن المدخل الغربي الممتد إلى منطقة بحيرة بطول 5 كيلومترات هذا ويطاقع إنجاز أعمال السفلتة لتلك الشوارع خلال فترة التسعة أشهر بعد إنجاز جميع العمال الأرضية للمؤسسات الخدمية من الكهرباء والمياه والاتصالات نشرتنا الإخبارية انتهت نذكر بأبرز ما جاء فيها من أمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس عبدالله العالمي عودان إلى العاصمة المؤقتة عدر اللواء الزبير يرأس اجتماعا لللجنة العليا للإرادات السيادية والمحلية لقاء موسع بالمكلة للتعريف باحتياجات مديريات حضرموت وتعزيز آلية التنسيق مع المنظمات الدولية الأمين العام لمحلي حضرموت دشن توزيع الحقيبة المدرسية بمدارس مديرية المكلة لمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل لاجتماعي تلفزيون حضرموت دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة